اشتركوا في القناة بخير وبصحة جيدة احنا النهاردة هنستكمل الجزء الثالث والاخير من سلسلة الغزو العربي الاسلامي لمصر وقبل ما ابدأ في الموضوع احب اذكركم بدعم القناة عن طريق الاشتراك في القناة وضغط زر الجرس عشان يجيلك اشعار بالفيديوهات الجديدة وعمل لايك على الفيديو ان اعجبك ومشاركة الفيديوهات على مواقع التوصل الاجتماعي وانا ليه رجاء عند الاخوة يعني جميع الاخوة المتابعين خاصة المصريين يجب عليك ان تنشر هذه السلسلة التلات فيديوهات بين جميع من تعرفهم حتى لو مسلمين حتى لو مسيحيين هذا يبين اخلاصك لوطنك مش اخلاصك لهيه تمام لان انت لو اختنعت بهذا الكلام يجب ان تضيء شمعة في الظلام يعني تعرف المصريين من اصدقائك واقاربك التاريخ المصر الحقيقي الذي قمت بسرده في هذه الثلاثة فيديوهات يعني فهذه مسئوليتك امام نفسك تمام يجب ان تنشر هذا الفيديو بين اكبر عدد ممكن من المصريين لو استطعت تنشره بين عشرة انشره بين مية انشره في جروب فيسبوك انشره لقريبك على الواتساب انشره تمام عشان الناس تعلم التاريخ الحقيقي عشان مجيش تشتكي بعد كده من الظلام الظلام موجود لانك لم تساهم في اضاءة شمعة تمام ويمكنكم ايضا مشاهدة الفيديوهات السابقة قد تجدوا فيها ما ينفعكم خلينا نستكمل في نهاية سنة 645 ميلادية ثورة الاسكندرية ومحاول الغزو مصر بقيادة منول بعث الامبراطور قسطنطين في القسطنطينية بأسطول كبير يتكون من حوالي 300 سفينة محملة بالجنود بقيادة منول للاستلاء على الاسكندرية وكان بالمدينة حوالي 1000 جندي من العرب للدفاع عنها فغلبهم الروم وقتلوهم جميعا إلا نفرا منهم قليلا استطاعوا النجال وعادت الاسكندرية بذلك إلى ملك الروم وكان عمرو عند ذلك في مكة معزولا وقد أضاع الجنود الروم الوقت والفرص كعادتهم فصاروا في بلاد مصر السفلة يختصبون الأموال والأطعمة من الناس وفي آخر فصل الربيع 644 ميلادية عودت عمرو بن العاص وموقعة النقيوس الثانية لما وصلت أنباء ثورة الإسكندرية إلى مكة أمر خليفة عثمان بأن يعود عمرو بن العاص إلى قيادة الجيش العرب في مصر وكانت نقيوس وحسن بليون وغيرهما لا يزالان في يد العرب ولم يكن من رأي عمر أن يسرع في أمري وهذا غير ما كان يراه خارج ابن حضاقة الذي كان عند ذلك قائد حامية أو كتيبة حسن بليون إذ كان يرى أن التأخير ضرب المسلمين مصلح لأمر الروم وشارع العمر أن يبادل إلى العدو قبل أن يأتيه المدد وإلا أن يثب أهل مصر جميعا وينقضوا على العرب ولا يتقن فعلوا ذلك ولكن عمر كان يرى خلاف ذلك فقال لا ولكن أدعوهم حتى يسيروا إلي فإنهم يصيبون من مروا به من يقابلهم فيخزي الله بعضهم ببعض وأنه لم ينالجدير بالذكر أن قواد العرب في هذا الوقت لم يميزوا بين القبط والرومي بل ظنوا أن الفئتين معا فعملوا على قتالهم وهذا يدل على أنه لم يكن ثمت ما يدعوهم إلى توقع محبة القبط لهم ولا حيادين في قتال الروم ولو صح أن القبط رحبوا بالعرب عند أول مجيئين إلى مصر ورأوا فيهم الخلاص لنكن قواد العرب في هذا الوقت إلى ولاية الأطباط ومحبتهم ونتوقع منهم الود والمساعدة ده دليل آخر أن المصريين القبط كانوا ضد العرب ويساعدوا الروم على قتال العرب وصار الروم على ماهل حتى استدرجوا إلى نقيوس وهناك لقيام طلاع العرب وكان جيشهم إلى ذاك خمسة عشر ألفا وظهرت معركة حامية بين الطرفين انتهت بهزيمة جيش الروم الذي انسحب إلى الأسكندرية وأقفل الروم أبواب المدينة واستعدوا للحصار صيف سنة 646 واربعين ميلادية العرب يستولون على الإسكندرية للمرة الثانية يقول باتلر في صفحة 357 إنه لا نكاد نعرف في تاريخ الإسكندرية أنها أخذت مرة وعنوة بغير أن يكون أخذها بخيانة من داخلها فقد قيل أنه كان في الإسكندرية بواب حارس بوابة اسمه ابن بسامة سأل عمر أن يؤمنه على نفسه وأهلي وأرضه وأن يفتح له الباب يعني هذا كان قائد البوابة بتاع إسكندرية سأل عمر بن العاص أنه يؤمنه على نفسه وأهلي وأرضه مقابل أن عمر يفتح له الباب فأجابه عمر إلى ذلك ومهما يكون من أمر فقد أخذ العرب المدينة عنوة ودخلوها يقتلون ويغنمون ويحرقون حتى ذهب في الحريق كل من كان باقين على مقربة من الباب في الحي الشرقي ومن ذلك كنيسة قديس موركوس لا البطراركية لا الكاتدرية واستمر القتل حتى بلغ وصصة المدينة فأمر عمره برفع أيديهم وبنى مسجدا في الموضع الذي أمر فيه برفع السيف وهو مسجد الرحمة يعني قعدوا يقتلوا في كل الناس اللي قابلوهم وقد لذى الطائفة من جند الروم بسفنين في عرب وفي البحر لكن الكثير منهم قتل في المدينة وكان منويل من بينهم من قتل وأخذ العرب النساء والذراري السباية من النساء فجعلوهم فيئا تمام؟ لهم وهدم عمر الأسوار الشرقية حتى سواها بالأرض وأخذ أسرى من الأسكندرية والبلاد المجاورة مثل بلهيب وخيس وصلتيس وقرطصة وسخة وبعث بهم إلى المدينة ولكن الخليفة عثمان أعادهم إلى الذمة المسلمين على شرط دفع الجزية ومات كثير من السباية القبطيات أجددكوا أيها المصريين اتخذوا سباية في الطريق وكان عمر يريد أن يتخذ الأسكندرية مقرا له ولكن خليفة عثمان لم يرضى بذلك كما أباه عليه الخليفة الذي قبله ولم يبقى عمر في مصر بعد استقرار الأمر إلا شهرا واحدا ثم خرج عنها لعبد الله ابن سعد خليف 646 ميلادية استدعاء عمر بن العاص إلى مكة عرض الخليفة عثمان ابن عفان على عمر بن العاص أن يجعله قائد جند مصر على أن يكون عبد الله بن سعد ابن أبي الصرح حاكما وعاملا على ولاية خرجها اللي هو قريب ويعني يكون من الرضاعة اللي هو سالة من محمد زي ما احنا قلنا قبل كده اللي هو كان نرتد عن إسلام ولكن عمر بن العاص رفض ورد قائلا أنا إذن كماسك البقرة بقرنيها وآخر يحلبها لأنه كان حرامي بيأخذ نص الجزء لنفسه ولكن الخليفة لم يبقى عليه إذ فرغ من غرضه منه وقال به على صورة أهل مصر وكان في حاجة عند ذلك لمن يستخرج له الأموال من أهلها فوجد طلبته في عبد الله بن أبي الصرح وخرج عمره على ذلك من البلاد 3 يناير 660 وفاة البابا بن يمين 6 يناير 664 موت عبر بن العاص ودفني في صفح المقطب ولكن قبره نصي مكانها يعني هو كويس إن هو تنسى مكانه كان زمان إيه المصريين الذين تم غسيل دماغهم بقدسه عمر بن العاص الذي غزى بلادهم وسبى جدتهم وقتل أبدادهم وقتل المصريين بيمجدوه المصريين شفت المصيبة أنتم أيها المصريين لستم عاربا أنتم لستم عربا العرب غزوا بلادكم غزوا استيطاني ودمروا هويتكم أنتم مسلوب العقل أنتم كلكم مسلوب العقل بمفكرينكم بمثقفينكم بكبراءكم مسلوب العقل لأنكم لستم عربا أصلا فضلا عن مسلمين حريق مكتبة الإسكندرية وطبعا ده الحدث ده هيبين لنا زي ما شيخ الأزعر أحمد الشرير كان يقول لك ما لأوا ليه فتحوا البلاد وملوها نورا حرق أكبر مكتبة في العالم المسلمين حرقوا أكبر مكتبة في العالم كانت موجودة فوقته تعال بقى نشوف حريق مكتبة الإسكندرية بناية نرى رأي خليفة عمر بن الخطاب وعمر بن العاص في العلوم والمعرفة من القصة التالية كان قد بلغ مسامع أحد علماء الإسكندرية أن عمر مزمع على حرق المكتبة واعتقد المؤرخين أن اسمه يحنى فيلوبوموس تمام فذهب إليه ورغاه أن لا يتصرف في هذا الكنز ولا يدمر محتوياته بل إذا كان لا يهتم به فليضعه تحت تصرفه وقيل أن عمر استصغر هذا العالم وقد كان يحتقر المصريين وقد قال في وصفه عنهم أنهم أمة محتقرة يحفرون بطن الأرض أي كان يسخر من زراعة الأرض وطبعا كان يسخر من المصريين ويحتقر المصريين ولازال البدو العرب الأجلاف في جزيرة العرب يحتقرون المصريين لأنهم بيحتقروا اللي بيعمل وبيكسب من إيه من عرق الجميع والمصريين أهل صنعة وأهل زراعة وأهل صناعة دية الخصال دي مش من العرب دي خصال المصريين الأصلية الفرعونية القديمة أهل زراعة وأهل صناعة وأهل حضارة العرب بقى بيحتقروكوا عشان انتوا اهل ازراعة واهل اصناعة لان العرب عايشين عصاته المسلح والسرقة وسرقة تاريخ الاخرين وسرقة حضراتهم حضراتهم سرقت وتاريخهم سرق ايها المصريون ادي عمر بن العاص وظن ان محن مجنونا لكي يهتم بهذه الرقوق العطيقة والجلود العفنة طبعا واحد بده واذا عمر بن العاص جاهل اجرب اللي عرفه بالكنوز الموجودة في مكتبة الاسكندرية التي كانت تحوي علوم وفلسابة العالم في وقتها ايه اللي عرفه شايف حتة جلد بالضبط زيه زي الشيوخ اللي موجودين دلوقتي زيهم زي الشيوخ اللي موجودين دلوقتي اللي بيحتقروا العلم وبيحتقروا نظرات التطور وبيحتقروا علم الغرب وبيحتقروا حضارة غربية وبيحتقروا علوم الفلك وبيقولك الارض بسطحة هؤلاء الجهلاء السفهاء الذين يصدقهم بعد الجهلاء والسفهاء تمام ابن باز المن يقول ان الارض كرة كافر ده رأي هيئة الكبار علماء المسلمين في السعودية اهم دولة اسلامية فطبعا العرب طول عمرهم يعني اليومنا هذا ليس لهم بعف العلوم يعني ولا تمهم في شيء ولا عمرهم صنع اي علوم وكذبت الحضارة العربية دي كل العلماء اللي فيها كانوا فرس وشوام ومصريين ما كانش فيها عرب لو عرب كانوا صنع حضارة كان عاصمة تبقى مكة حبيبي لو كانوا صنع حضارة قبل كده كان عرفوا يصنعها دلوقتي ما تقوليش بقى عن دوم براق هم عايشين على الفوس البترون ما عرفوش يصنعش الطافة فطبعا ايه فتكر هو عمر المتعاص ده فتكر بقى العالم الكبير بتاع مكتبة اسكندرا فتكر مجنون عشان اقل لك ايه شوية بتاعات الجلود اللي ملفوفة دي تمام فظننا ان محن مجنونا لكي يهتم بهذه الرقوق العطيقة والجلود العفنة مضيعا حياته في عمل غير مفيد يعني عمر الدرعاص شاف ان عمل العلماء ده زي علماء سبحان الله يا اخي زي شيخ المسلمين بالزبط دلوقتي بيروا ان انت علوم الفيزياء والفلك والطب والحاجات دي مضيعة للوقت وان العلم الحقيقي هو علم حدثة نفسيا عن زرطان عن خريان عن كلب الصحراء الممحون محمد هم شايفين ده العلم لكن علوم بقى الفيزياء والكيمياء والاحياء ونظر التطور والكلام ده وتلسكوب جيمس ويب لا ده ده مش علم ده علم لا ينفع بالنسبة لهم شفت ايام المصريون عندما اتبعتم هذه العقيدة المتخلفة البدوية الهمجية صرتوا بفقاع الامر دين المصريين القدماء اللي انت بتعبوا عليه ده يكشكونوا وكانوا بيعبودوا صابع رجليهم بحث بس دينهم خلهم عظماء دينهم خلهم بنوا الاهرامات دينهم خلهم تعلموا الطاحنية والطب وعلموا العالم كله دينهم كان نافع دين المصريين القدماء كان نافع دينكم دلوقتي فاسد بيدركم وبيخليكم بفقاع العالم وبيحتقر العلم وبيحتقر الفن عشان كده انتوا بيتوا فقاع العالم بعد ما كنتوا امة صاحبة حضارة اكبر حضارة كانت في العالم عشان انتبعتوا دين البدو دين الغرباء دين الغزاء دين الهكسوس العرب دول هكسوس تعلموا من جدكم احمس كده طارد الهكسوس واستعيدوا هوياتكم مهم ظن ان يوحن مجنونا لكي يهتم بهذه الرقوق العطيقة والجلود العفنة مضيعة عن حياته في عمل غير مفيد لأنه اي عمر المتعاص كان يعتقد ان سموه منزلة الانسان في الحرب فالعرب اهل حرب اما بقي الاعمال غير الحرب والتجارة هي اعمال محتقرة عنده من المعروف ان العرب كان ينفر من العمل اليدوي وكان يسموه مهنة حتى شوف بص حتى اللغة العربية بتفضح لك تخلف العرب يعني وانحطتهم تمام الغد دلوقتي بيسموا الوظيفة يعني صاحب اللي هو صاحب الحرفة بيسموه مهني او بيسموها مهنة تمام مهنة من المهنة تمام لانها توهين صاحبها هي في اللغة العربية كده يقولك فلان ده صاحب مهنة يعني صاحب مهنة الراجل يعني احى ايه يعني بيشتغل بايده كده زي الناس وبيزرع وبيقلع وبيصنع وبتاع ده مهنة دي من المهنة عشان كده المهن دي كان مين اللي بيمتهدها في الجزاء العربية اليهود هم اللي بيزرعوا هم اللي بيقلعوا وكانوا في المدينة وهم اللي بيصنع تمام لان العربي كان عايش على السطو والسلب والنهب فهمت؟ يحتقر الانسان اللي بيعمل يعني ثقافة غير مناسبة لك اصلا ثقافة غير مناسبة لك اصلا ايها المصر ثقافة دخيلة عليك ثقافة الاسلام دي انت بتحترم اللي هو صاحب المهنة كمصر بتقول عليه صناعة كلها بنحترم الصناعة يعني بتروح حتى سمكاري السيارات ده اللي هو بيصنع كالعربية حالي بتقول عليه صناعة ومجوات بتحترمه ومكانيك اللي بيصنع لك العربية ده تقول عليه صناعة راجل ده تمام صح؟ والرجل النجاري اللي بيجي يعمل لك شغل بقى كده وبتاعة وعمل لك قد التنوم وبتاعة ده بتقول عليه صناعة راجل دمياتي قصير صح؟ والرجل اللي بيزرع ده بتقول عليه ده راجل ده الفلاح ده هو يعني اللي بيأكلنا وبشربنا ده قمة الفخر ان انت تبقى فلاح بتزرع وبتفيد الناس انت اللي علمت الناس الحضارة ايوه الفلاح انت اول من زرعت ايوه الفلاح المصري دولة العرب البدو جيهم يسطوا عليك وياخدوا منك الخراج وهم اللي اجبروك على الاسلام انت لست مسلما ولست عربيا المهم وكانوا سمونها مهنة او مهنة او مهنة اي الخدمة والماهن هو الخادم وقد مهن القوم اي خدمهم واصل الكلمة من الامتهان ولذلك يوصف الحقير والضعيف والقليل بالمهني اللي هي انت دولتي حاجة كويسة بالنسبة لك ان انت تبقى مهني عندك ليك مهنة هيكد عندهم شتيمة حاجة حضارة ثقافة قمة في الانحطاط ثقافة الاسلام والعرب دي مدام يعمل في هذه الاعمال الحقيرة فوانسان حقير لكن العلم المصري اصر على رأيه لينقذ حضارة مصر وقال ان بعض الكتب يساوي كل الاسكندرية وما فيها من ثروات واموال طبعا يعني منتج انساني متراكم بقاله قرن ايه الف سنة من قبل الميلاد انت فاهم من اهم الاسكندر الاكبر الف سنة من التراكم الحضاري والمنتجات الحضارية والكتابة والفلسفة والرياضة والعلوم والفلك والطب عايز يحراء البدى والاجرى قال قاضي جمال الدين ابو الحسن في كتابه تراجم الحكماء وكذلك كما في تاريخ التمدن الاسلامي لجورجي زيدان او جيرجي زيدان جزء التالت صفحة 42 بعد ان فتح عمرو بن العاص مصر والاسكندرية دخل يحيى النحوي على عمرو بن العاص وقد عرف ابن العاص موضع الرجل من العلم فاكرمه يعني شوفوا يا دين امي يا دين امي الشلل يعني عمرو بن العاص جلوا اكبر علماء مكتبة الاسكندرية اللي هو واحد مثلا زي زماننا ده مثلا نيلد جراس تايسون مثلا او ستيفين هوكينج او حد كده يعني تمام؟ استحقروا وجلوا واحد نحو ايه؟ نحو ايه؟ يعني انتع لغة عربية يعني انتع نحو يعني مدرس عربي دلوقتي تمام؟ فعرف موضوع من العلم واكرمه وده اللي فعلا دلوقتي المسلمين بيعملوه معتقدين ان هو العالم بتاع علوم النحو واللغة والكلام ده يعني وعلوم الاسلام يعني ما تسمى بعلوم ليست علوم ولا حاجة يعني انا درستاه كلها يعني كلها زرط تمام؟ فدوة العالم لكن اللي هو زي دكتور ماد يعقوب كده وزي ستيفن هوكينج وزي الناس دي لا الناس دي ده علمه اللي ينفع انت فهم؟ علمه اللي ينفع وكنوا مسميني الكلب الاجرب ابو رجله واحدة اللي هتقول له رجله عبارة ما تقطع لقابته هو ابنه العرص حاتم الحويني الشيخ الحويني مسمينه أعلى ماهل الأرض الحويني اللي كان بقال والله كان بقال صبي بقال كمان في محل بأهلة في مدية ناص بقطع الجبنة الرومي والجبنة البضو والفلاك الزتون وبتاع ده بقى أعلم أهل الأرض هو بقى ملياردير بعد الوقت وسافر قطر وسبوه الحكومة سافر قطر وأول ما وصلوا قطر بيحردوا على مصر هو ابنه ابنه كلب ده كلب الأجرب ده عملت فيديو عليه اسمه أعلم أجهل أهل الأرض وبشوفوه كده حطت ابنه زجاره جنبه واجاره إرهاب بن وصغ تمام دي العلماء يعني عند المسلمين عشان توقفهم برضو ما تفكره ازاي فعرف موضع الرجل من العلم فكرامه وعمر وضار هذا الحديث بينهما قال يحيى يوما لعمر بن العاص إنك قد أحطت بحواصل الإسكندرية وختمت على كل الأجناس الموصوفة الموجودة بها فإما ما لك به انتفاع فلو أعرضك فيه وإما ما لنفع لكم به فنحن أولى به فأمر بالإفراج عنه فقال له عمر ما الذي تحتاج إليه رد يحيى أن حوالي قال كتب الحكمة في الخزائن الملوكية قد أوقعت الحوطة عليها ونحن محتجون عليها ولنفع لكم به فقال له عمر ومن جمعه قام بتجميع هذه الكتب ورد عليه يحيى ثم قص عليه هذا الحوار الذي ضار بين بطلو ماس وزميرا تمام يعني يحيى ده كان بيفهم شوية وعرف قيمة الكتب فقال له بص يا عم ادي لنا الكتب انت خدت الإسكندرية وقدت بتاع دينا الكتب تمام وعد يقرأ يعني يعني يقرأ لوعي يبقى يعني الحوار بتاع بطلو ماس قلادلوفوس ده من الملوك الإسكندرية لما ملك حبه بإليه العلم والعلماء والتفتيش عن كتب العلم وأمر بجمعها وأفرض لها خزائن فجمعة ولي أمرها رجل يعرف بابن زميرا وتقدم إليه بالابتهاد في جمعها وتحصيل المبالغة في عثمان وترغيب تجارة ففعل واجتمع من ذلك في مدة خمسون ألف كتاب وخمسون ألف كتابا ومع خمسين ألف ومائة وعشرين كتاب خمسون ألف كتابا ومائة وعشرون كتابا جمع خمسين ألف كتاب فيها لما علم الملك باجتماعها وتحقق عدتها قال بطلو ماس لزميرا أطرى بقى في الأرض من كتب العلم ما لم يكن عندنا فقال له زميرا لقد بقي في الدنيا شيئا في الهند والسند وفارس وجرجان والأرمن وبابل والموصل وعند الروم فعجب الملك من ذلك وقال له دوم على التحصيل أي حضار الكتب فلم يزعر على ذلك أمات وذي كتب ما تزال محروصة محفوظة ويرعاها كل من يال الأمر من الملوك واتبعهم الوقتان هذا فالرجل اللي نحقه ده قال له بصة باشا كل كتب العلم كله مجموعة في الإسكندرادي من الفرس للهند للسند للصين للجرجان لأرمن لبابل للموسك قال له كل كتب العلم مجموعة فيه فاستكثر عمر ما ذكره ويحيا وعجب منه قال لا يمكنني أن أمر بأمر إلا بعد استئذان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يعني قال له أنا بصة باشا أنا عبد المؤمور أنا مش أقدر أعمل حاجة مش أقدر أديكي الكتب دي الرجل النحوي ده يعني على عدد كده بيفهم كانت خير تمام قال له المكتبة يا عم اللي انت آآ شايف فدية فيه أكبر كتب العلم كله تمام فقال له فقال له فالدهاني قال له أنا مش عايز منك حاجة بدينا الكتب دي يا عم بدينا لنا نستنفع به تمام فقال له أنا ما أقدرش أعمل حاجة للمسأل عمر بن الخطاب تمام فراح استئذن أمير المؤمنين وكتب عمره وعمر الخطاب وذكر له ما ذكره هذه المكتبة كما ذكرت فليس في أسعي بط في أمرها كما لا يمكن أن أعطيها لك كما طلبت مني ثم رفع الأمر خريفة عمر بن الخطاب هذه القصة أيضا يؤكد المؤرخ العربي أبو الفرج الملطي في كتابي مختصر الدول صفحة 18 تمام فأجابه عمر بن الخطاب قائلا وأما ما ذكرت من أمر الكتب فإذا كان ما جاء بها يوفق كتاب الله فلا حاجة لنا به تمام وإذا خالفه فلا إيه ربا لنا فيها فحرق اتفضل شايف الكلام شفتوا بقى الإسلام عمل إيه عمر بن الخطاب رد عليه قال له الكتب دي لو فيها حاجة من اللي موجودة يوفق توافق كتاب الله له القرآن الكتاب الأصفر الأجرب ده تمام فإحنا ملناش حاجة به وإذا في حاجة تخلفها تخلف القرآن فإحنا ملناش رغبة فيها فحرقها قدي الثقافة الإسلامية يقول لك العصر تذهب الإسلام ومسلمين علموا العالم أحى المسلمين ضمروا العالم مش علموا العالم هم أصل التخلف وسببوا في الشرق الأصف الإسلام والمسلم تمام فلما جاء هذا الكتاب إلى عمر بن العاص أمر بالكتب فوزعت على حمامات الإسكندرية اللي توقت بها فما زالوا يقودون بها ستة أشهر يعني عمر بن العاص أمر أن الكتب كتب السمينة النفيسة اللي تجمع علم العالم كله تتوزع على حمامات الإسكندرية تعرف الحمام بقى اللي هو بيولعوا بقى بالنار وكده تطلع دخانه ويستحمه ففضلوا يولعوا بها العرب لمدة ستة أشهر برضو دليل تاني على أن أمر عمر بن الخطاب بحركة مكتبة إسكندرية كتاب الموعز والاعتبار في ذكر خطط والأثار المقريز طبع البلاء تمام صفحة 159 الجزء الأول فكتب الخليفة عمر بن الخطاب كتابا إليه قائلا إذا كانت هذه الكتب لا تحتوي على شيء غير السطور في القرآن فهي كعدمها وإذا كانت هذه الكتب تنافي ما جاء بالكتاب القرآن فهي ضارة ومؤذية كذلك العلماء المسلمين بتعمل دلوقتي أي علم بخالف كتابهم اللي هو بيعتقب في الأرض المسطحة وإن الإنسان مخلوق من طين ده يروحوا إيه؟ هما دلوقتي ما يداروش يحرقوا بقى مكاتب العالم وما ضعفة فيعملوا إيه بقى أنت خب بالك يمنعوا بقى العلم ده عن عن المسلمين عشان ما يفقوش لحقيقة الأمر ويطلعوا يجدبوا عن الناس بقى وينفرهم من العلم ومن العلماء ويقعدوا يشبعهم بنظرة المؤامرة أن العالم بتأمر على الإسلام عشان هم مسلمين وعلوين فالعالم كله بتأمر عليهم والعلم ده مؤامر عليهم ونسا دي اسمها مش عارف أصلا أنا استاسا ومش عارف الدجال وتابع عبد البقال ومعايشنهم في القصة دي في الغيبوبة دي تمام؟ عشان يبعدوهم عن العلم عشان يخليوهم يتبقوا الكتاب الأصفر ما فيش كتاب أضر بالدنيا بالبشر في التاريخ حتى الإنجيل والطوراه لم يضروا بالبشرية مثل ما أضر هذا الكتاب الأصفر القرآن ولن تقوم لأي أمة قائمة إلا عندما تلقيه في القمامة إلا عندما تفعل فيه كما فعل عمر بن خطاب كده في الكتب الخطاب في الحمامات كده تولع بيها لإيه السخان تمام؟ يعني لن تنهض أي أمة يعني تقدس هذا الكتاب أتحدى أي أمة في العالم تقدس هذا الكتاب وتتبع ما فيه وتصل لشيء كل أمة تتبعت هذا الكتاب راح في سيتين دا راح بص على أفغانستان ولا بص على العراق ولا بص على اليمن ولا بص على سوريا مصر قد ترخيله والراجل الرحية في آخر لحظة قد تدخل في حرب أهلية بص على ليبيا جنبك بص على السوداء كله خرباء كله خرباء تقول ليش بقى دول الخليج هو أحظ البتروليين عن دين أم اليوم اللي ظهر فيه البترول أنا بكره البترول دا هنفسه ما هو أن العربية رزوا مكرونا بدل البترول دا من كراهية البترول لأنه هو اللي أعطى قبلة الحياة للإسلامي كان مات خلاص هو اللي أعطى له قبلة الحياة عن طريقة هذه الدول التي عندها الدول الخليج المتخلفة التي عندها البترول بدل ما تستخدم أمواله دي في إحداث نادة ثقافية في بلادهم وفي العالم العربي استخدموه ما عندهمش حاجة هيعملوا بروموشن لإيه ما عندهمش ثقافة على حضار ما عندهمش أي حاجة عملوله بروموشن تمام يعني ما عندهمش غل الإسلامي فعملوله بروموشن تمام ونشروه بقى انت فاهمت خد إسلام وخد إرهاب وخد سلفية وخد واب ضروا العالم كله ضروا العالم كله مهم فبيقوله إيه بقى وأما الكتب التي ذكرتها فإذا كان فيها موافق كتاب الله ففي كتاب الله يعانه غنى وإذا كان فيها ما يخالف الكتاب الله فلا حاجة إليها فتقدم بإعدامها فشارع عمرو بن العاص تمام في تفريقه على حمامات إسكندرية واحرقه في مواقضها فاذاكر الناس تنفذ في سدة أشو وأنت عندك أدلة وعشان يقولك يبي يقولك لأ المسلمين ما حالوش مكتبة إسكندرية عندك المواز والاعتبار في ذكر الخضط والأثار المقريجي عندك كتاب الفهرس لابن النديم صفحة 334 اكتشافات أثارية حمام عام من حمامات إسكندرية الشهيرة بونيا فقار الساس الميلادي وظل يستعمل بعد إحتلال العرب مصر الدروساس منه بحمام بارد وأسفل حمام دافئ وحفريات وجدت أعمدة لبتسخين تعمل بطريقة معقدة عن طريق مدد تحت طريق واخرج لواء السفن بين جدران طوب الحمام يعني أعز يقولك إنهم إيه لقوا جزء من الحمامات دي فعلا يعني وقال ابن خلدون في تاريخي في الجزء الأول صفحة 32 أورد ابن خلدون الخطبات السابقة في مقدمتي ولما اطلع عمر بن خطب على ما تحتوي المكتبات لأفاستاند هذه الخطبات على أسس خطيئة فكانت النتائج مدمرة للعالم كله بص مي أمين اللي بيقول بقى ابن خلدون مش يشامل ملحد ابن خلدون فكانت النتائج ابن خلدون الأمازيغي مش عربي على ذكرة تمام عشان ما تزيتوش انتوا تزيتو بتسرقوا حضارات الناس وثقافات الناس وكل حاجة ابن خلدون لم يكن يوما عربي ده هو قال العرب العرب إذا جاعوا سرقوا وإذا شبعوا فسقوا فسقوا وإنما حلوا حل الخراب هو قال كده على العرب ابن خلدون اللي هو مؤسس علم الاجتماع اللي انتوا فخرون بي هو قال عليكم كده عرب يعني المسلمين عرب إيه مللتوا بقى الإسلام فيه طبعا أقليات مسيحية بتفسي العرب إن جنرال من المسلمين تمام فهو بيقول لك فكانت النتائج مدمرة للعالم كله لأن مكتبة الإسكندرية كانت تحوى تسجيلا كاملا وضقيقا لأساسيات حضارة العالم ومقاوماته الفكرية والثقافية والعلمية سجل هاردي ديسك بتاع العالم حرقوا عمر المتعاص وعند تدمير الأساس أو السجل الحضاري إنهارت العلوم ورجعت البشرية قرونة من التخلف الحضاري بسبب المسلمين وبسبب عمر الدنعاص وعمر النخطاب أرجعتم العالم قرونا من التخلف الحضاري بسبب حريق مكتبة الإسكندرية أرجع المقريزي في المعذة لإعتبار في زكر الخطط والعثار أن الكتاب بدأ نشتريته قصة وليه لك مردو عشان تعرف أنه كنت ضليع نيك في اللغة العربية كان لديه مكتبة كتب القصة السلفية و طالب العلم يشتري كتب كتير بعشرات الالاف من الجناهات و كان لديه نسخة من الكتاب ده اربع مجلدات فجي اه يعني واحد بحاله استسفي الجامعة في كلية اداب اه بحاله عشان مش عارف يقراها عشان مش مشكولة يعني مش مكتوبة بالتشكيل كنت انا ايامها بقى ايه كنت انا ابن جني ساعتها كنت اه سيباويه اقرى بالحبر السري مش مش مشكولة لو مش منقوطة كمان كان ممكن اقراها كنت ضليع جدا في اللغة العربية اياما تمام فهو قال لي ايه بص عليها شوف ايه رائق كده فشوفتها عجبيتني انتها رح تظهر في عشرين جنيه ايه غالية ونسخة قديمة نسخة يعني اصلية وفيها صورة المخطوط في الاول كامل تمام يعني النسخة دي يعني ممكن كنت بيها انا يعني لو موجودة معاي قد دلوقات انا خد طبعا اول ايه اول ما خلعت من القصة دي بيعت كل كتب بتاعت حملتها العربان وسنائية كده رح تراح بيعها كده وخلصان منها بلاخرة تمام ضلعت منها سنين امرنا المهم في يعني كنت بقراهه غير مشكول يعني وقرأته كاملا يعني تمام قرأته كاملا وفي مدة وجيزة يعني قرأته مسلا في التحالي مسلا الاربع مجلدات كنت قامها سريع قراءة جدا يعني وان هو غير مشكول قرأته مسلا في عشرة ايام وتسعة ايام اسبوعين حاجة كده ماكسيما المهم هو بيتكلم في كتابه عن عن عمود السوارف اسكندرية بيقولك بقى ان هذا العمود من جملة اعمدة كانت تحمل ارواق اريستوطاليس الذي كان يدرس به الحكمة وان هو كان دار علم وفيه خزانة كتب احرقها عمر بن العاص باشارة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذكر المستشرق جيبون ان عدد حمامات التي تغذت على مكتب الاسكندرية طيلة ستة اشهر كانت اربعة الاف حمام فلك انت تخيل كم الهائل من الكتب التي تظل تتغذى عليها اربعة الاف حمام طيلة ستة اشهر يعني لو حسبناها ستة اشهر دول يعني مئة وتمانين يوم مئة وتمانين يوم مئة وتمانين اقول متين متين فاربعة الاف حمام يعني ربعمائة الف ايه اه 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 يوم لكل حمام فهنقول ان هو بيستخدم مثلا اه عشر خمس مثلا كتب لان هي بتبقى مطوية كده تمام لكل حمام يوميا فانت بتتكلم اه في اديها باشا انت بتتكلم في اثنين مليون مخطوط اه 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 اتحرقوا دين مليون مخطوط تمام ومخطوطات لا تقدر بسمن يعني لو موجودة دلوقتي المخطوط اللي هو عمره الفين سنة ده تمنه يتعدى العشر مليون دولار يعني المخطوطات دي لو كتزلت كتسروة اه بتريليونات الدولارات كده يبقى مصر عندها تلتين اثار العالم في مثلا في اللقصر دلوقتي حقيقة مصر عندها تلتين اثار العالم في المدينة واحدة اللي هي اسكندريكا طب مين اللي قضع ده عمر بن العص سيادتك وعمر بن الخطاب بتقع البدو الجربيع الصعليك اعداء العلم اللي قبعهم يغدر وقتي من شيوخ الاسلام اعداء العلم برضو زي شيخ الازهر كده وبصحق والاشكال الوزغل وعمر بن الخطاب عمل يعني نفس الكلام ده لم تكن مكتبة الاسكندرية الوحيدة التي حرقها العرب يعني خلي بالك ولم يكن ايضا هو الخطاب الوحيد الذي ارسله عمر بن الخطاب لحرق المتابة ان هو كان بعث عمر بن الخطاب بخطاب اخر الى سعد بن ابي وقاص الذي غزى بلاد الفرس خاص بمكتبة الفرس قائلا ان يكن ما فيها هدى فقد اهدان الله باهدى منه ان يكن ضلالا فقد كفان الله احرقها بقى وجود صاحب كتاب كشف الظنون جزء الاول ربعم ستة واربعين ان المسلمين لما فتحوا بلاد فرس واصابوا من كتبهم كتب سعد بن ابي وقاص الى عمر بن الخطاب يستعزنوا فشانها فقال له فكتب اليه ابن الخطاب ان يطرحوها في الماء فان يكن ما فيها هدى فقد اهدان الله تعالى باهدى منه وان يكن ضلال فقد كفان الله تعالى فطرحوها في الماء وفي النار فذهبت علوم الفرس فيه المسلمين بقى بيخلطوا طبعا احنا عارفين ان هم ملوك الكاذب والتدليس وبيقولوا ان ايه عمر بن العصم شوال اللي حرق مكتبة الاسكندرية ان هي حرقت قبل ذلك في عهد الايه في عهد البطالب وهذا غير صحيح لان حريق مكتبة الاسكندرية الذي حرقه عمر بن الخطاب هو التاني الاول اللي بتكلم عليه ده كان ساد 48 قبل الميلاد وكان غير متعمد تمام وهذه قصة حدثت عندما دخل يوليوس قيصر مصر وكانت هناك حرب على السلطة بينهم كل من كروباترا واخوه بطلايموس الثالث عشر فوقف يوليوس قيصر الى جانب كروباترا وانتصر على بطلايموس الامر الذي ادى الى ثورة المصريين بثورة عارمة ضد يوليوس قيصر لانه ناصر كروباترا وكذا وجد يوليوس قيصر نفسه محصرا في البر من المصريين وفي البحر من وسطول بطلايموس حيث قطعت امدادات المياه القوات التي كانت انتلك عطشا ولكي يخرج من هذا المأزق قام بشعال النوران في كل السفن الرئاسية على الميناء وقد كان هذا الحريق هائلا لدرجة ان امتدت السنة اللهب الى كثير من المباني المحيطة بالميناء وكان ضمنها مخزن المكتبة في المبنى الواقع الميناء في القسم الغربي من المدينة والمعروف باسم الحي الشعبي اي ان الذي احترق في هذه المرة هو المبنى الخاص بتخزين الكتب وليس المكتبة نفسها المكتبة الامر وكان عن غير عامد ويكذب كثير من المؤرخين هذه الرواية على اساس ان المصادر التاريخية عن هذا الحريق ذكرت بعد هذا الحريق بزمان لا يقل عن تسعين سنة بينه وبين الاحداث وقد زعمه ان انتونيوس عوض المكتبة بعد ذلك ويقول بعد المؤرخين انها قد حرقها خصيصة تمام في ايه حصلت؟ حرقت عدة برات تمام؟ يعني ايه اغلاقتها الامبراطورة كاراكالا من 211-217 باغلاق المكتبة وطرد العاملين والبحثين لكنها لم تحرق شيء فيه لانها اعتبرتها ايه معبد واسعين وحصل حريق تاني غير متعمد في عهد الامبراطور اورلانيوس اه اورلانيوس اه 273 ميلادية حيث ضمر جانبا كبيرا من المدينة بعد الترباب من جانب المسيحية يعني المسيحين هو اللي كانوا السبب فيه انتكرر امر في عام 296 ميلادية قال بعد المؤرخين كانت في عصر الامبراطور المسيحي سويدوسيوس الكبير من 378 ميلادية إلى 395 وكان هذا الامبراطور دورا كبيرا في النشر المسيحية وارساها قاعدة حيث اصدر هذا الامبراطور عام 381 ميلادية مرسومة بجعل المسيحية هي الدانة الرسمية البلاد وتم تحويل اكثر من اربعة من المعابد الوثانية الى كنائس وكان معبد السيربيوم معبد اللي قالها السيربيس احد هذين معابد يعني هم حولوا لايه المسيحيين برضا عشان ما يعيشوش في الصعبانيات فرضوا المسيحية الدينة الرسمية للبلاد يا بشا زي المسلمين عملوا تمام؟ وحولوا معبد السيربيوم لكنائس ومعبد السيربيوم لكنيسة وعديد من المعابد لايه كنائس تمام؟ وتبدأ دي قصة عندما رأى الوثانيين ان معبدهم تتحول ايكاناء الشعر بالحقد والضغين على المسيحيين فقاموا شعال الحراق داخل المعبد حتى لا يستولى المسيحيين على طراثهم ولا تسنى لهم الاستفادة بشيء من المحتويات كان ضمن محتويات هذا المعبد المكتبة الصغرى فطلع الحريق ولقد كانت هذين مكتبة تضم نسخ من مجلدات الموجودة في المكتبة الام ولم تكن نسخ اصلي ربما هذا ما يدعي بعض من كتاب غير مدققين بان المسيحيين على قصوم البابا ثاوفيليس ثاوفيليس البترك الثلاثة وعشرين من باباوات الاسكندرية في عام 391 ميلادية بامر امبراطور ثيودوسيوس هم الذين احرقوا المكتبة إلا ان المسيحيين عادوا المكتبة اللي سابق عادها مكتبة السيربيون بالاسكندرية عادوها لحالته تمام يعني المؤردين العرب سجلوا حدثة حرق مكتبة الاسكندرية تمام وطبعا ابو الفرج الملطي والمقريزي تمام والمسلمين حاولوا التولص من الحادثة فقالوا انها حرقها قبل ذلك لا حصلت حوادث حرقت اجزاء منها قبل كده لكن الحرقها كاملة انهى عليها والحادثة كان بتحصل للمتعمدة كان ببقى فيه فوضة في المدينة وحرائق وبتاع فهي كانت على الميناء في مكان مهم فكان بتحصلها الحريق لكن لم تحرق محتوى الوحيد الحرق محتوى هو عمر من العاص تمام مدونة عن طريق المسلمين انفسهم يعني ايه بيقولك يعني هو ابن خلدون هو بيقولك ايه اتكشف ان السيطرة عن بعض اختصار العرب العرب اذا تغلبوا على الاوطان اسرع اليه الخراب يعني العرب يتغلبوا على الوطن اسرع اليه الخراب والسبب في ذلك انهم امة وحشية امة متوحشة يعني هما جاي باستكمال عوائد التوحش واسبابه فيهم فصار لهم خلقا وجبلة يعني هو متوحشين طوعتهم هو متوحشين ويقول في مواضع اخر عن اخصار العربي انه لا يطيق ان يرى حضارة مزدهرة لانه بشعر بالنقص وانه يميل الى تخربها كلما سنحت له الفرصة يعني هو ولا بيعمل حضارة ولا بيرحم ولا بيسيب رحمة ربنا دينزي تمام ده اللي بقولك يا ابن خلدون اللي انت بتحتفلوا بيه تمام بيقولك العربي لا يطيق ان يرى حضارة مزدهرة وانه يميل الى تخربها زي ما هم بيميله الى تخرب مصر كده العرب قطر كلب قطر تميم ابن موزة تمام وكانت جنود الذين صاحبهم عبر من العصف وتحياتي في مصر من البدو القح الذين لم تؤذبوا من حضارة ومدنيها بعد ومن ثم فانهم لم يقدروا الكتب والمكتبات حقا قدرها كما انه يكشف لنا عن سابق العرب في حرق الكتب فيقول ان العرب صابقة حرق جميع كتب الفورس بلقاها في الماء والنار الامر الذي يؤكد وصمة عمر ابن العاص في حرق مكتابة الاسكندرية والدكتورة سانال مصري في كتابها مهم ورائع هوامش الفتح العربي لمصر صفحة 12 انتون ربما كان الحريق او التهديد بالحريق اكثر وسائل عمر ابن العاص الموجهة ضد مقاومة العزل من سكان الموجهة تمام وبيقول الدكتور شعبان خليفة في كتابه مكتبة الاسكندرية الحريق والاحياء صفحة 1 و 7 بقول انظر الى صراحة الدين ايوبي نفسه عندما امر بتدمير المكتبات الفاطمية في مصر حصر دمر المكتبات الفاطمية في مصر سواء بيت العلم او مكتبات القسوء وكيف ان جنوده كانوا ينزعون جلود الكتب ليصنعوا منها نعال واحزيها لها دي طبيعة المسلمين ان لا يقدرون العلم ولا يقدرون الكتب وما افقها العالم من شوية ونفس صراحة الدين ايوبي فعل بمكتبات الشام نفس ما فعله بمكتبات مصر حتى قيل ان المجموعات التي دمرها قد بلغت في مصر والشام نحو اربعة ملايين مجلد دمر اربع ملايين مجلد صراحة الدين ايوبي اللي انتو حطيني النصر بتاعه على العلم بتاع مصر دمر اربع مليون مجلد في مصر من الكتب والعلوم طيب في الاخر بقى كده حتة نبز عن عمر بن العاص بقى اللي هو قتل المصريين واستعبد المصريين من هي ام عمر بن العاص اذا مخشاري في ربيع الابرار بيقولي ايه كانت النابغة ام عمر بن العاص اما ملك لرجل من العنزة قبيلة اللي هي منها السعود دلوقتي فسبيت فاشتراها عبدالله بن جزعان التيمي بمكة فكانت بغيا ايه عاهرة وكان ابو سفيان جعل لرجل الف درهم على ان يسأل عمر بن العاص عن امه ولم تكن بمنصب مرضي فاتاه بمصر اميرا عليها فقال اردت ان اعرف ام الامير كان اسمها ليلى وكانت اتلقب بالنابغة ايه وقال الحلبي في السرح حلبية سرح حلبية مهمة جدا اللي قرأ السرح حلبية ده قرأ السرح كانت النابغة ام عمر بن العاص كان في ببه ايه اسمه نكاح البغاية وانكاح الجمع وكانت النابغة ام عمر بن العاص بغيا عاهرة وارخصونا اجرة يعني كانت ست يعني ايه يعني بتدي ايه حاجة بتيجي معاك فوقع عليها ابو لهب وامايا ابن خلف الجمحي واشام ابن المغيرة وابو سفيان والعاص ابن والي الساهمي فولدت عمرا يعني كل دول وقع عليها مرسوا الجنس معاها فجابت عمرا فادع كل منهم عمر له فحكمت امه فيه وقالت هو من العاص طب عرفت بينين عملته تحليل دي ان ايه ايه فقال سفيان اما اني لا شك اني وضعتوه في رحم امه فابت الا العاص فهو مش عارف مين ابوه اصلا يعني امه عاهرة ولقيت عمرا ابن العاص ده وجاي من جان جبانجو حاجة يعني خرق وعملي له مسجد باسمه افيقوا ايوها المصريين يعني متوفروب مسجد عمرا ابن العاص ده خش تولقوه ده رمز الاحتلال الاسلامي العرب المصر اسحوا اسحوا يعني ايه وفي شرح نهج البلاجة بقول لك ايه بقى قالوا عن عمرو ابن العاص كانت امه ليلة العنزية اشهر بغاية مكة كانت انجيلا ويت في نفسها انتقل بقى لك مين تاني من نجمات البردنة كانت سرى جاي وانجيلا ويت بقى بتاعت نفسها تمام اشهر بغاية مكة والخصونة وجره ولما والدته ادعاها خمسة رجال قالوا ان عمرو ابن احد منهم غير ان ليلة الحقاته بالعاص لان اقرب الشبه به وفي العفض الفريد وفي المسعودي مروج الزهب ومعدن الجوهر السرق ومذكور ان ام عمرو ابن العاص وطاقها نجحها اربع رجال هي العاص وابو لهب وامامن خلف وابو سوفيان بن حرب وادعا كلهم عمرا فالحقاته امه بالعاص وخيلة لها لما اخترت العاص فقالت لانه كان ينفق على بناتي واحتمل ان يكون منه وان ذلك غلبه وشباه عليه تمام؟ وفي السرح على بقية بيقولك ايه برضو كان عمرو عير بذلك وقال عارو بذلك عليه ابن ابي ظالب عيرو بالنوم والنبغة واصمان ابن عفان والحسن وعمار ابن ياسي وغيروهم من الصحابة يعني بيقولك الحسن بمحضر من معاوية وجامع اخر قال اما انت يا ابن العاص فان امرك مشترك وضعتك امك مجهولا عن عهر وسفاحة فتحاكم فيك اربعة تمام؟ احنا كده يا بشا يعني يعني خلصنا التاريخ الكامل للغزو العرب الاسلامي لمصر فاحنا احنا وصلنا لنهاية السرد التاريخي لهذا الغزو الاستعماري الاستيطاني العربي الاسلامي لمصر الذي لا بالت اصاره منتدة حتى الان متمثلة في الازهر الذي هو الرمز الاول للاحتلال العربي الاسلامي لمصر ولذلك يجب على كل مصري شريف ايام كان دينه ومعتقده انه يحارب هذه المؤسسة ويسعى الى اغلاقة هذه المؤسسة الارهابية التي ترهب المصريين وتفرض سطوطها عليهم هي بقايا عمر بن العص فالشيخ احمد الطيب هو عمر بن العص هذا العصر تمام؟ وهو الغازي بتاع هذا العصر تمام؟ والازهر هو حصن بابليون هذا العصر هو حصن وقلعة الاحتلال العربي الاسلامي لمصر ويجب على مؤسسات الدولة الوطنية المخلصة وعلى المخلصين الصادقين لهذا الوطن في كل مكان السعي الى اغلاق هذه المؤسسة الغازية لمصر التي تمثل الغزاء والعرب المسلمين فمصر ليست عربية وليست مسلمة وشعبها مسلوب العقل ونحن نرجو من مؤسسات الدولة ان تعطينا فرصتنا لعرض وجهات نظرنا كما تعطي الفرصة للعرب الارهابيين البدو من امثال شيخ الازهر وعبدالله رشدي وازلامه وشيوخ السلافيين لعرض وجهات نظرهم الارهابية الكاذبة التي تزور تاريخ مصر ما قلتوه في هذه الثلاث حلقات وهي تاريخ مصر حقيقي المصريين لم يرحبوا ابدا بالغزاء العرب وقاتلوهم اشد القتال وانهم لم يدخلوا الاسكندرية الا بخيانة المقوقس وان عمر بن العاص ارتكب ابادات جماعية في المصريين وكان يبيد القرى واهلها ويبيد النساء والاطفال والرجال ويبعث ويرسل نساء المصريين كعبيد وسبايا وجواري للعرب البدو في المدينة فانت ايها المصري جداتك اخذوا سبايا وتحليل الجينات المصري اثبت ان 77% من المصريين هم مصريون خلص يحملون نفس الجينات التي يحملها رمسيس الثاني وملوك مصر القدماء فانتم ايها المصريون لستم عربا ولستم مسلمين تم فرض العربة والاسلام عليكم كما رأيتم بالارهاب وبالقتل وبالجزية وتم سلب ونهب مصر مئات السنين بواسطة العرب وصرقة صراتها وافقار شعبها حتى كاد ان يهلكوا يبيد فيجب عليكم ان تتعلموا تاريخكم الحقيقي وتعلموه ان العرب غزاء احتلوا مصر العرب غزاء احتلوا مصر والاسلام غازي لمصر احتل مصر وان المسيحية فرضت بالقصر على المصريين لا عن رغبتهم تمام؟ فهي ليس بريئة هي مثل الاسلام فرضت على المصريين فرضا وتم سحل اهبتها في شوارع الاسكندرية بواسطة قصاوسة المسيحيين فالمسيحية والاسلام غريبين عن النسيج المصري انا لا اقول لكم ارجعوا اعبدوا امون ثاني خليكم على دينكم بس خلوا لأكم لمصر اسجد لمصر لا تسجد لآلهة الغرباء البدو الذين احتلوا بلادك وسلبوا عقلك وفكرك يعني اسوأ نوع احتلال في العالم ده سرق ارضك وسرق نسائك واستعبدك وفرض عليك الجزية وطمس هويتك وخلك مسخ انت مسخ ايها المصري تدافع عن الغذاء الذين غزوا بلادك ومسخوا هويتك وطمسوها وانت تدافع عنهم استفق يا رجل افق مما انت فيه اقرأ التاريخ لا تضع رأسك كالنعمة في الرمال هذه هي الحقيقة وهذا الواقع سردت لك انت تم احتلالك بوسطة العرب والمسلمين انت تم احتلالك ومرتين مش مرة واحدة مرة عمر ابن العاص ومرة التانية العثمانيين ويتلعلك هذا الكلب الخائن الوطني عبدالله رشد يقولك اسيادي من بني عثمان كان يجب يتم محاكمته بتومة الخيانة العظمى واعدامه بعد هذه الكلمة لانه يمجد في قوم غزوا بلده بني عثمان العثمانيين هم يمجد فيهم ليه لان هم اللي علوا من شأن الازهر هم اللي علوا من شأن الازهر قلعة الاحتلال العرب الاسلامي لمصر فاستفق ايها المصري انت قبطي سواء كنت مسلم او مسيحي انت قبطي انت حفيد البشموريين الثوار الذين اثاروا على الاحتلال العرب الاسلامي وقاتلوا بشراسة سبعين عاما فمصر ليست عربية وليست اسلامية ولن تفرضوا علينا ارهابكم وسوف نستعيد هوية نصر ولو بعد مئة سنة وبداية الغيث قطرة وزي ما قلتلكم اسرائيلي اللي هي جنبك دي اقوى دولة في الشرق الاوسط بتديكم عماك وكلكم دي دي بتغيب مصرحية عملها تدور هيرتزل مصرحية عن دولة اسرائيل هو اللي قوم الفكرة وكانش الفكرة دي مش موجودة عند حد محدش كان فكر فيه هو بقى اللي فكر فيه واحد بفكره قدر يغير لغاية ما بقى الدولة هي من مصرحية لدولة فليما لا ليما لا يعني ليما لا ترجع مصر الهوياتها ليما لا نسمي اسماء شوارعنا على اسماء جددنا مش على اسماء الوزاعة مصر فيها مليون شارع اسمو عمر بن الخطاب وزي ما شفت حرق مكتب الاسكندرية الجاهل البدا والاجرب نسمي شوارعنا على اسماء ملوكنا واسماء أصحاب تاريخنا الحقيقي العالم كله بيدرس تاريخنا العالم كله مناهج الأمريكية فيها تاريخ المصر القديم احنا ما بيدرسوش احنا المصري ايه بيدرسولنا تاريخ عمر المتعاص ابن النبغة العاهرة عاهرة مكة الأولى ده اللي بيدرسولنا قولك فتح مصر شفت فتح مصر عمل ايه حبيبي بقى حرق الكتب اللي فيها كلها غزو إرهابي استطاني همجي لازال مستمرا الى الهات فلا تمجد الغذاء واستعيد هويتك ونسمي كده قطاعنا العسكرية باسماء فرعونية عندي حملة مروحيات سميها اخناتون مين جمال عبد الناصر ده تصدف لخليفك تصمه ده قوم عربي فاشي خين لبلده ساعد في طامس هوي ببلده سمي حملة حملة التهارات سميها اخناتون سميت حطوس التالت سمي الغواصات بتاعتي حتشبسوت واندفرتيتي سمي أصراب التهارات سميهم أنوبيس وسخمة وصوبك وباسمتيك هما دول جدودي وهما دول المفردت بالرموز اللي في مصر مش الرموز العربية الإسلامية فاستفيقوا أيها المصريون وتعلموا تاريخكم الحقيقي أنتم في غايبوبة كاملة وأنا أوقذكم استفيقوا واعرفوا تاريخكم الحقيقي وأنتم لستم عربا ولستم مسلمين بس دي الفكرة وده الموضوع وأتمنى تكونوا استمتعتوا بهذه السلسلة وأتمنى لمن يسمع من المصريين يعد تفكيروا مرة أخرى في المسلمات التي يؤمن بها لأنه ستشف أنها مغيب وتم خداعه وتضليله والتواطئ ضده من جميع مؤسسات الدولة خاصة التعليمية والدينية لطمس هوياته الحقيقية ليستعيد هوياته الحقيقية وذكركم مرة أخرى بدعم القناة بالاشتراك في القناة وعمل لايك على الفيديو لإن أعجبك ومشاركة الفيديوهات والدوعمر في غاية الأهمية خاصة المصريين هذا وجو عليكم أنتم تنشروا هذا التاريخ الحقيقي بين الناس وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة